طيب المرة اللي فاتك المثال اللي حناك ذكرته كان مثال مؤثر جدا وفيه كتير طبعا يعني قصد الأمثلة كتيرة في حياتنا أنا بانلي منه إنه بالفعل الإعاقة هي الإعاقة النفسية مش الإعاقة الجسدية بالضبط طيب دلوقتي الناس مثلا عندهم أمراض نفسية بمعنى أدق يعني واحد بيظلم عنده نقدر نطلق عليه عنده إعاقة نفسية واحد بخيلي اللي هي في تاريخنا الإسلامي بقى لها لفظ جميل جدا اسمها أمراض إيه؟ أمراض القلوب نعم كلمة أمراض نفسية دلوقتي بقيت اللي هي الأمراض بالتصنيف الغربي إنما لو وسعت إلى أمراض القلوب يخش فيها الكبر والعجب والغرور والحسد والحقد أنت الأيام دي ممكن يبقى واحد متكبر جدا ظالم جدا إنما بيروح الشركة وبينتج فلوس وكذا لو وديته للطب نفسي حولك الراجل سليم أنت قيبوا لي لي لأنه في قياسات الطب الغربي المادي مدام بينتجه وبروح أنا بيقول لي ناس العيادة مراته تشتكي أنه يحشش كل يوم لما قبله يقول لي هي زعلانة لي طب أنا برح كل يوم الشغل وبدير شركته هو فعلا لكن هو حيتفضح إمتى لو الحشيش تقطع إنما هو مليونير والحشيش موجود كل يوم والقعدة مش عارف إيه فالقياسات المادية مالهاج دعوة بالقياسات التي نحن عندنا ده عنده مرض قلب ده عنده مرض قلب وغيره فده تعليق بس على حتة الروحاني والقلبي والنفس فأنا أقصد أن الناس دي من أصحاب نحن ممكن نتلك عليه عنده إعاقة نفسية هل ده برده نلتميث للعذر يعني فلان البخيل فلان اللي بيحقد على الناس ويحسدهم كلمة نلتميث للعذر أصدق فيها يعني لأنه معاقد نلتميث للعذر وبالتالي نعمله إيه؟ نروح نسبح بحمده لا نلتميث للعذر كلمة نلتميث للعذر يعني نعامله بما يستحق مع فهمنا هو بيعمل كده ليه ده ده نلتميث للعذر بل حتى بتعليق الإعاقة الجسدية يعني لو واحد عنده إعاقة جسدية ألتميث للعذر أخليه مشلول دايماً لا أدربه لا أعلمه إزاي ممكن يعتمد على نفسه هل ده المفهول لا طبعاً يبقى من باب أولى لما يبقى بتعليق الإعاقة الروحية عنده مشكلة نعم أنا ألتميث العذر بإني أشفق عليه أبيات للشافعي رائعة تنسب للشافعي يقول إذا سبني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببة ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه شوف القيم عكس اللي عندنا اليومين دو يقولك ده أنت لازم توريشه هو مآمه وترد عليه هو بيقول العكس تماماً ده أنا عشان نفسي علي عزيزة ما بنزلش المستوى ده ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه وفي الأخير يقولك إيه ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه الله اعتبر أنه المعاق روحياً قدامه ده بيحتاج حد يمديل إيده عشان يخده من الإعاقة بتاعته ده التمس العذر إنك تعرف أنه اللي قدامك مبتلى طيب، إنما خلص ننتمس للعذر يا جماعة هناك شيء ثانية مهمة الإعاقة الجسدية التي تكلمنا عنها الإنسان مجبر عليها صحيح ليس بإيده إنما الإعاقة الروحية هذه شيء أنت اخترتها أنت اللي اخترتها أن لا تفكر بطريقة سليمة أنت اللي اخترتها أن لا تسعى لتسكيت نفسك فأنت مش مسامح بدا وستلقى أمام الله ما ستلقاه إنما أنت لن تحاسب أمام الله على ثقب في القلب ولا قرحة معيدية أنت ما كانش ليك يد فيها ولا مثلاً دراع مأطوعة مثلاً أنت غير محاسب على ده بل قد ترقى درجات عند الله بالابتلاء ده المهمة بقى أخبر الروح إيه؟ فأرجو أنه ده يبقى يعني وضح المثال حوالي يعني علاقة تكوين النفس من جسد وروح ده ده جزء مهم لكن برضو يعني محتاج أن نفهم إعلاقة ده بالمخلوقية يعني درجاتي بمفوض نحن نكلم جميل هو نقول أن كل الكلام ده سيسلمنا للمخلوقية أن أنا أعرف فاكر أنت أظن أنه من جلستين أو ثلاثة كان السؤال هو أي أول حاجة يجب أن أقرأها في نفسي فأقولنا أول حاجة أنك تعرف أنك مخلوق والمخلوق ده متكون من إيه؟ جسد وروح لكن هنا في حاجة مش عايزين نغادرها وهي هو عنا كده خلصنا إقرأ يعني إحنا بدأنا بإقرأ الوجود وعايزين نسلم للمخلوقية فاضل حاجة خلينا أعتبر نفسي بامتحنك دلوقتي فاضل إيه؟ فاكر فاضل إيه في إقرأ لسه ما تناولنا؟ نحن نقولنا الوجودية والمخلوقية لا في إقرأ فاكر الثلاثية بتاعت إقرأ كانت إيه؟ نحن نقولنا مدخلات عمليات فاضل مخرجات نحن نقولنا المدخلات وطوّلنا فيها شوية والعمليات الحس والتفكير والعقل كان فاضل إيه؟ المخرجات ممتاز المخرجات دي هتروح لمننا كل حاجة قلناها ودخلنا على المخلوقية فاكر المخرجات كانت إيه؟ أم لا مش فاكر؟ لا مش فكرة شعور سلوك يعني إيه المخرجات فكرة وشعور وسلوك؟ مش المدخل دخل مش العمليات حصلت تلقائياً بقى فيه أوتبوت الناس بتفتكر الأوتبوت هو إيه؟ السلوك ده آخر حاجة ده قبل كده كان فيه فكرة قدت إلى شعور أدى إلى سلوك فكرة مش داخل العمليات؟ لا الفكرة منتج العمليات اسمها حس تفكير عقل بناءً عليهم بتطلع أفكار الأفكار اللي احنا بسميه التصور طيب يعني بالذات بتوع الشريعة بسموه التصور طيب التصور ده منتج لعملية أنت قمت بها يعني الفكرة هي منتج لعملية اسمها إيه؟ اسم العملية إيه؟ تفكير التفكير أنتج فكرة الفكرة دي تلقائياً بيتباعها شعور يعني أنا أحديك مثال أحديك مثال كده من واقع الجلسات اللي احنا يعني فيها انت ويمكن أول يوم شفتني بقى عندك عالم تستفهم من اللبس أكيد فالفكرة كانت عندك إيه؟ تصور غريب غوبيل بس كده ليه؟ فالشعور تلقائياً الشعور بالتوجس عدم وضوح إلى آخره السلوك كان عبارة عن صمت أو أنك لما سألت السؤال وعرفت أصل الحكاية إيه؟ وقلت لا والله إذا مش عارب الفكرة اختلفت الشعور اختلف السلوك تلقائياً اختلف موسيقى